اشتركوا في القناة 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 تسوي تشارل زيادة كل ما تقول للسبيد حقتك. بعد كده الالتي ما غيروا فيها شيء إلا أنه سووا لها بوف زيادة. خلوها كمان ترجع لك هيل على حسب كم تارجت انضرب بها. يعني كل ما ضربت ناس زيادة كل ما رجع لك هلت زيادة. بعد كده يا شباب الزهار بالنسبة للباسف حقته. غيروا الباسف نهائيا. اذا كنت برى الكمبات يعني ما بتتضارب لفترة محددة ما بين 23 ثانية وبدأت القيمة لان 6 ثوارين هاي اه يجي لك حاجتين. الحاجة الاولى اه اي دامج يجي عليك سواء ولا تسعين في المية. يعني لو جاتك ضربة مية حتنشال تسعين منها ما حتنضرب للعشرة. وفي نفس الوقت اول ضربة لو جاتك يعني ستن جاك اه الاستر بيسوي لك بولفرايز يسوي لك ستن ولا جاك اي اه آآ آني بتسوي لك ما هيجي تستن عليك هذا. اكي زي كأنك انت لابس بانشي. وكل ما ترجع لباسف ترجع لحالة هذه. الكيو ما غيروها سووا لها بوف. وآآ نقصوا الماناكوست حقها زودوا الدامج حقها. آآ الدابليو غيروها كمبليتلي. خلوها حاجة جديدة. اول كان يحط في الارض اللي تحت الشامبيون هذه البركة دحين لا دحين لما نسوي دابليو يطلع مينين يطلع صغير كده يجلس يتضرب معنا. الفكرة في هذا انه اذا طلعت وراح ضرب تاور ولا ضرب شامبيون ولا ضرب مونستر كبير يعني في الجنجل ولا ايبك مونستر في الجنجل اللي هو دراغن ولا ولا ساعدك في انه يقتل مينين حيسوي تاني يعني انت طلعت الفويدلين هذا ضرب شامبيون حيطلع فويدلين تاني الفويدلين التاني ضرب شامبيون حيطلع فويدلين تالت وهكذا. لما نصير عندك ثلاثة حتزيد الحقت الويدلين بخمسين في المية الفويدلين هذا الاول كان ايش يسوي لما كان يطلع لك اول كان لما تضرب شامبيون والفويدلين يركز على الشامبيون اللي انت بتضربه دحين لا نحن الفويدلين يركز على الادم اللي عليه الحقت من الزهار من يوم ما تحط اي على واحد حتلاقي الفويدلين مية في المية سبيد زيادة ويجري عليه عشان يحاول اضربه. ال اي ما تغيرت نفس الشيء سوو لها برضو بف بسيط على اساس يرفع الدامج حقه ونقصو المانا اه وزي ما قلنا انه لما نسوي ايه ده حين الناس حقينك الصغير هدو ليجر وراء. الالتي زي ما هي اكسلي الالتي غيروها حبتين كانت سكيل بي اي بي ده حين صار يصير لها سكيل بماكسيمم هلت. صار ينفع مع مع تانكس مرة كثيرة. رازو نزبطوها عشان ينفع على التانك ميتر. اه الدامج حقها صار ستة تمانية عشر في المية ماكسيمم هلت بير سكند على على الكل. وزودوا الاي بي ريشيو حقها بيستعر الماكسيمم هلت. فكل ما زاد الهلت حق الادم اللي قدامك كل ما زود الدامج عليه. يعني ينفع التانكس. اه التعديلات هذي حقت مالزاهر حق حلته حتى ينفع في الجنجل حاليا. اه وخلته ينفع يسوي رومنج مرسها. يعني اول كانت خاف تسوي رومنج. مالزاهر ما كان يقدر يسوي رومنج لانه مر بطيء. وما عنده والله. فلما نيجي. فلو فلو ماشي دخلت على بوش. دحين عشان عندك التسعين في المية دي بوف. وعشان عندك البانشي كيف بدأت انه اول ضربة ما يصير عليك ولا شيء تقدر تخش وتسوي فيس شك الى حد ما يعني من دون مشاكل. بعد كده كاسيو بيا. اه غيروا الباسيف حقتها. صارت تزيد اربعة موفمينت سبيت كل لفل. وخلوك ما تقدر تشتري عليها بوتس انيمور. لانه على اساس هي كل ما زادت لفلات في الجيم كل ما زادت سرعتها. وفي نهاية الجيم لبل 18 هتصير تقريبا اسرع من اي تشامبيون تاني. الفكرة في الموضوع ان اه انه انه ما عايسها هي تشتري عليها بوت. فممكن تشتري عليها ستة دائما جايتمس. فدائما في نهاية الجيم حيصير الدامج حقها عامة اكثر من اي احد تاني. الكيو ما غيروها سوى لها شوي ما ما تغيرت عن اول سوى لها بوف بسيط. اكسري زودوا المانا كوست وزودوا الدامج حقها. وزودوا لها بوف وقال مش 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 كثير يعني بس سوى لها بوف مقبوليا. الدابليو حقتها غيروها. اه حبتين فاكرين الدابليو كان ترمي البويزن في الارض. وبعدين تسوي الاي على اساس تضرب كل شيء. دا حين البويزن هذا كان اول دائرة صغيرة دا حين لا صار زي الارك كده. زي القوس كامل. ايحد حاجية عليها حيصير له بويزن. وايحد حيجي عليه ما حيقدر يسفسها. ماذا يعنيه موف منت سبيت انهانسمينز. زي از مسلا از طلع فوقها ما غيرا يسفسي لها. لو بارنكتون ما دا حيجي داش. اي حد ما يقدر يسفسي الحركة اللي تسفسه الووث ماء سايلينس. يسايلنس سايلنس هي نص سايلنس ما تخليه سوي موفمنت ما تخليه سوي اي حاجة تقر تطور الموفمنت تزود السرعة بعد كده الاي غيروها كانت اول لو فيه الشامبين عليه بويزن وضربت الاي تسوي ريسات لل الاي اللي بعدها هذا حين لا تغيرت شالوها مع سار فيها ريسات لغو الكنسبت هذا نهائيا سار كل اي عندك فاصلة تسعة ولا فاصلة سبعة خمسة ثواني وتقر تسوي اي اللي بعدها على طول طبعا الادم اللي عليه بويزن لو فيه ادم يعني ما عند ساري فريق فيه بويزن ولا ما في بويزن الاي حتسويها حتسويها في كل الحالات حتاخد واحدة ثانية تقر تسويها مرة ثانية بس اذا عليه بويزن يعني دوي الريورديو حتزيد الدامج عليه وفي نفس الوقت حتزود الهيلث على نفسك الالتي حقتها ما غيروا فيها شي زودوا الكل داون نقصوا الكل داون حقها ونقصوا الالسلو اللي ممكن ايجي لو انت ما بتطالفين عند عرف لو بتطالع فيها يسي لك سن لو ما بتطالع فيها بس يجي لك سلو كان ستين في المية صار عبعين في دين بعد كده يا شباب زايرة غيروا حقتها برضو كمبليتلي صارو هي ماشية كل شوية والتاني تطلع بلانت في الارض كل ما زاد الليفل حقها كل ما كانت السرعة حقت البلانتز تطلع البلانتز هادي اول كان لازم تحطها سبراتز في الارض وتمشي دا حين لا بس وانت ماشية تطلع ما تطلع اذا كنت انت مصوص في بوش عشان لا تفضحك قدامتي فانت في بوش ما تطلع ولا بلانت اذا انت خرجت من البوش تطلع البلانتز واذا البلانتز هادي واذا اللي في الارض هادي السبراتز طلعت وحطيت عليها البلانتز حقتك لو طلعوا بلانتين من نفس النوع الدامج اللي يسووا اقل يعني خمسين في المية اقل من الدامج اللي يسوي تسويها كل بلانت الحالة لو طلعت واحدة بس هتضرب كل ضربة كأنها مية دامج مسلا لو طلعت اثنين كل واحد منهم حيسوي خمسين خمسين على اساس انه في ضربتين ضربتين بعد كده الكيو حقها غيروها كانت اه كانت برضو ستريت فورد يعني تطلع تطلع اللي تطلع من الارض هادي ستطلع هالقروب لحين لا لحين خلوها زي الارك برضو قوس تقريبا او مربع مش قوس لان اه لو حطيته فوق كل البلانت اللي محتوطه في الارض من البيات الماسيف هتطلع لك زودوا الحجم حق البلانتس هذه وخلوها ممكن تطلع إلين ستة بلانتس أو تمانية بلانتس أول أنا أظن في الباتشات الجاية حيسو لها نيرف لأنه تمانية بلانتس لما كانت تطلع مرة كثير أظن حيسوها ستة وأربعة بيتكلم وبس في كل الحالات ممكن تطلع إلين ستة تمانية بلانتات من الأرض في ضربة واحدة كده بالمربع هذا تطلعهم كلهم بلانتات وتخليهم بتفلتون الألعاب والميزة الألعاب إنه البلانتات هذه اللي تجي في الأرض راندم ما تعرف فين تجي فيم محلاتها فممكن تجي في محلات مرة كويسة تسوي زون كويس وتضرب ناس كويس وممكن تجيك في الأطراف ما دير تسوي بها ولا شيء وتورط بها طبعاً الكلام هذا خلى زائرة مين فوكس لو أنت هتلعبها سبورت أول واحد دائماً حتنضرب زائرة ما حيركزوا عليك أكثر مما حيركز علي دي سي لأنه هي عندها زون كيبابليتي وما تجد تشرد والدامج حقها مرة عالي فاي بيتخلصوا منها شنرتها الدبل يو حقتها ما تغيرت يا شباب الار حقتها ما تغيرت غير إنه والله زودوا الكول داون زودوا الدامج زودوا الهلت حقه لهذا تعديلات بسيطة ما لها أي معنى بعد كده برانت برضو غيروا الباسف حقته صار إذا سويت كومبو كامل ثلاثة عبليتيز حيسيني انفجار حول الآدم اللي سار عليه عبليتيز إيش يعني بيقولوا لك جيب الكومبو حقك مزبوط لو جبته على واحد حيسير حوله كده دائرة وتنفجر بعد شوية الدائرة هذي ما قدر حتى هو بيمشي تمشي معاه لو في أحد حوله حينضرب والفكرة في الدائرة هذي تسوي دامج بيست على الماكسيم الثلاثة يعني برضو سارين فعلى التانكس مرة كويسين طبعا لو سويت الكومبو حقك على مجموعة برضو نفس الطريقة كل واحد منهم حتصير عليه حوله الدائرة وحيفجر فزودوا الدامج على ايوي حقه وزودوا الدامج على التانكس حقه بعد كده الكيو ما تغيرت نفس الطريقة الو نفس الطريقة الاي نفس الطريقة الالتي غيروا فيها حبتين اول كانت الالتي ما تسوي بريوترازيشن تضرب على اي حاجة مين ينزل تشامبيونز لا حيلا صارت يصير عليها بريورتي على الادم الي عليه الباسف اوكي يعني تقريبا دايما بريوترازي الشامبيونز رزعوها جي ما كانت كمان بس حبتين زي ما كانت زمان بس بتغييره بسيطة لو لو الادم الي علي ستاكين ولاثلات حتسوي على الادم اللي عليه ستاكين من الادم اللي عليه ستاك واحد من الادم اللي عليه زيره من الباسف حقتك بعد كده يا شباب فيلكوس الباسف حقته ما غيره فيه شيء لانه والله تسوي سكيل مع بلاتي فاور زيادة يعني سووه له بف الكيو صارت ترجع مانا لو قتلت بها منين الو زودوا الدامج حقها ال اي زودوا الدامج قللوا الدامج ريشيو حقها الار ما عدت صارت تعطي استاكات بس زودوا الدامج حقها مرة كثير بعد كده ينزلوا ماينر ميج أبديت زي انيفيا ال الكيو حقها ما غيروها بس وقللوا الدامج عليها وزودوا الماناكوست قللوا الماناكوست يعني سووا لها بف بسيط ال اي ما تغيرت بس زودوا حجمها الار حقتها اللي هي الالتي صارت لما تحطها في الارت تطلع صغيرة بعدين تكبر مع الوقت على مدى ثلاث تواني لما توصل للحجم الاكبر السلو حقها هيزيد خمسين في المية والدامج حقها هيزيد خمسين في المية بعد كده آني غيروا حبتين في الالتيميت حقتها الباسف زي ما هي الدبل يو والكيو زي ما هي الآي غيروها من ارمير وماجيك رزيست لدامج ريداكشن صار ما يفرقش يعني ما يفرقش التاب حق الدامج اللي هيجيك اا اول باسف 16-22-28-34-40 max يعني اي دامج هيجيك لو فكيتها ليه حينقص 16-22-28-34-40 max بعد كده بعد كده غيرو الالتي حقتها مو غيروها اي بنفس الطريقة لسه تنزل تيبرز بس الفكرة تيبرز تحين صار فيلم صار جحش صار يسوي شغل من يوم ما ينزل تيبرز يزيد يزيد الاتاك سبيد حقه يزيد الدامج حقه يزيد الموفمين سبيد حقه وقوم يجري ورا خرق الله ويجلس يفجر فيهم ويجلس يضرب فيهم مو بس انه والله بس يعني فيه استن دامج استن وبعدين هو يجري يتفلت طبعا انت تجري تحركه اختار تبرز وتقول والله يروح على فلان ولا يروح على الالان هذا يعرفينها بالالت زي ما هو يا شباب اللي ما كان يعرف هذا يعرف لما يطلع بره كومبات تبرز حتزيد الموفمين سبيد حقه عشان يقدر يجري يجري ورا احد ويسوي رجن للهلت حقه بسرعة لما تنزله وسيل له انريج ويطنش او مليونت كليجنز يعني ما يصقع في منينز ولا يتحرق ولا هذا ويمشي على طول بسرعة ويزيد الاتاك سبيد حقه متر همس سبعين في المية والموفمين سبيد حقه مية في المية وتنزل على ثلاث ثواني ويجري ورا الناس اذا استخدمت اذا الباسف حقتك ابلايت يخلي برضو تخلي تبرز انريج اوكي ايش يعني انريج قلنا اذا سلو انريج يتوحش ويقوم يجري بعد كده اذا انا ماتت تبرز على طول يحرجع خمسين في المية من هلثه ويترطع وبرضو يكمل تسقيقه مع زيول الاول كان لما انا تموت على طول تبرز يموت ده حين لا ده حين يزعل كيف ماتت سيبتها لازم يسوي شغل المهم لما يموت يرجى خمسين في المية لما تموت تبقى يرجى خمسين في المية من هلثه ويسلو انريج مرة ثاني يعني زيت البونوس التاك سبيد حقه ميتها خمس سبين في المية والموفمين سبيد حقته مية في المية اعتبروه سايون يا شباب لما يموت لما سايون موت اشي سوي يطلع الباسف حقه ويقوم يجري وراك نفس الشي هاي سويتي برسن بعد كده يا شباب عندنا فدل كل اللي غيروه في الباسف حقته سار لما توقف ما تتحرك في دقيقة ثانية ونص يحجي لك موفمين سبيد بوف الباقي زي ما هو الكيو زي وادو الرينجر دي الدبل يزود عدد الثواني نقصوا الكل داون حقها الاي برايوترايزز الآدم اللي على اليد ديو اللي على اليد دبل يو الار زي ما هي الفكرة الوحيدة انه هو لما يسوي الالت حقته بعد ما يسوي الالت يقدر يجري ويلحق الناس لانه لانه ما عصار موجود في القيام ما اظن التحديل هادا حيضيف اي حاجة عليه بعد كده كنن الباسف حقته ما غيروها سوولوا بوف صغير على الباسف حقته عشان يقدر يسوي دامج زيادة الكيو نقصوا الانرجي كوست حقها الدبل يو نقصوا الانرجي كوست حقها ونقصوا الرينج الالت حقته تغيرت شوية يا شباب صار لما يسوي الالت حقته اول كان يضرب نفس التارج تلاتة مرات دا حين يضرب كل الناس اللي موجودين الين ابتوا تلاتة مرات يعني بعد تلاتة تكات ما عاد يضربهم وزودوا الدامج حقها وزودوا طريقتها وخلوا بعد كل ضربة ضربة اللي بعدها الدامج حقها قلبي 25% بعد كده يا شباب سوين الباسف حقته ما غيروا فيها شي لانه زودوا المانا اللي جان عليها الكيو حقته سووها غيروها حبتين عشان تصير زي زي تقريبا الاي حقت ما الزهر الكيو حقته لما انترمي هيضرب اول تارجت اقرب له لو قتل التارجت هيضرب تارجت اللي بعده هيضرب تارجت اللي بعده وهكذا لو التارجت خرج من الرينج حقه برضو حيغير التارجت حقته فصار ينفع مش بطار صار في كلير اه كمبيرد لاول اول كان يضرب واحد وانتهينا بعد كده الدابليو اه زودوا المانا كوست نقصوا المانا كوست حقها الاي زودوا الدامج حقها سوى لها بوف الالتي حقته زودوا الكولداون اه عليها من تمانية العشرة ثواني زودوا الكوست نقصوا الكوست حقها بير مانا نقصوا الهيلين بير من المينيونز بس زودوا عدد الريفز اللي يطلع يعني زود اول كان يطلع ثلاثة غربان كده يضرب وده حنسا يطلع خمسة فاوبرول اتسا 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 قد باف على الالتي حقته سندرا الباسيف حقتها غيروها شوية صارت تجدها تنزل تو بولز بدل هذا لما تسوي الدابليو حقتها وهذه هي الفكرة الوحيدة فيها فعلا لما تنزل تو بولز معناها تسوي دامج كاكتر بالالتي معناها اه وتجدها تسوي يعني اكبر على اساس على اساس في اكتر من بولز زودوا الكيو وابلتي باور حقتها سوى لها بوف على الكيو سوى لها بوف على الدابليو زي ما قلنا وسوى لها بوف على الكولداون حق الاي اظن بيرجعوها في الميتة ما ادري احد يتغيرو اللي بعد كده فيقر اه هذا التعديل البسيط اللي اظن هيخلي فيقر مرة او بي لانه التعديل هذي اظن ما حسب حسابيش الامباكت اللي ممكن تسويه فيقر احتمال تشوفوا بانوردي احتمال تشوفوا الناس يبدو بندو على اساس الموضوع هذن الباسف حقته تغيرت لدرجة انه كل ما ضرب اي بابلتي، hacت موضوع اي اي بابلتي باور زياد اول كان ما ياخت ستاك الا اذا قتل المينين بالكيو حقته، Listening لا أي بابلتي سويها على تشامبيين يديك واحدة بابلتي باور، صارت دابلستاك ومن ال picturesي حقته شعلي، اول كان اوقت سيكمبين وادي الشيط دائمها دحين سي ما هي، اذا سويت كيو على مينين وقتلته تاخذ difficile اذا سويت اثنين واذا سويت على منين كبير تاخد اثنين. الدبريو حقاته زود نقص المانا كوست الريو حقاته نقص المانا كوست. الالتي حقاته غيروها اول كانت بيست على قديش اي بي الادم اللي قدامك فيه ده حين صارت بيست على الهلت يبوي يخلوه يمشي مع التانك ميتا وصار الالتي حقاته تنفع على اي احد مش على الميجس هو كان انتي ميج اول ده حين انتي كل الناس يا خبي. لما انتشوف فيقر عندك يا تسوي لو يموت اذا ما قد سويتو لو بان لازم تفوكوسوه في البداية عشان ما يقدر يوصل ما يقدر سكيل لانه لو وصل لاتجيم ما فيه ولا حد يقلوه في طريقه بعد كده يا شباب فيكتور زودوا الدامج على الكيو حقه سوالوا بوف على الكيو سوالوا بوف على ال اي وخلوه اسرع اللي هو الليزر سوالوا بوف على الالتي وخلو الدامج حقها لاتجيم لا نهائي كانت كانت 360 670 980 صارت 550 925 وعشرين الف وثلاثمين هاي تقيم بلس الاي في الابليتي باور ريشيو هذا معناه في ليت قيم حيسوي دامج مطبيه وهذا معناه صار صار انه اكتر يعني بالزات على على اساس تغييره الالي البسيطه حقته صار مور سستين بدل ما هو بيرست يعني ما يفجر واحد كده فجأة لا يسوي سستين دامج 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 يقتل والالتي حقته ليت قيم حتكون مصيبة لو صارت على الخمسة بعد كده قزارت الكيو حقته زي ما هي بس غيروا شوية في الويد الآي زود 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 الستان دوريشن على البيس على الرينج كل ما كان ابعد كل ما زاد الستان يعني لو ضربته هو قريب الستان هيكون بوينت سبين سكنز لو ضربته هو بعيد في الطرف حتكون تفايل الآلتي حقته وغيروها شوية كانت ثلاثة ستاكات طور الوقت احين ممكن تسوي مو تلاتة تشارجز تلاتة اربع وخمسة اللايتجيم يعني لما هي لبل ثلاثة لبل ستاش هتقد سوي خمسة تشارجز طبعا خمسة تشارجز ممكن تكتروا واحد بها نهائيا من السكوشن بعد كده زيكس آآ غير المتخلف حقته زي ما هي ما يعني بس زودو زودوا الاي بي ريش حقه وبعد كده غيروا الدبل يو حقته الدبل يو حقته لو حطيته على التور والتور هالهيلث حقه اقل من 25.27 في المية 30 في المية اثنين و 30 في المية 5.30 في المية على حسب النابل. حتفجر التور على طول. ربما التغيير هذا متخلف لدرجة انه اي احد ممكن دحين ياخد زيكس ويبني كمان. زي ما زي ما زي ما زي ما العالم بتسوي في هيمر دينجر. ويقدر شير التورات اللي نهاية الهيم. وما ادريش الفكرة صراحة منها وظن ما هيكملوا عليها. الالتي نقصوا ارضي زي ما هي. نقصوا عليها على اساس وشالوا الدبل داميج حقها من المينيونز يعني ما تكرت تسوي كلير للمينيونز في البداية زي ما كان اول بعد كده يا شباب تعديلات الشامبيونز العادية ازير سووا تعديلها على الالتي حقته اول كانت لو سوى الالتي على جدار تلاقي الادم ينطنت في الجدار كل شوية فاظنها بسيط على اساس يحلو الموضوع هذا يصير على طول يدفوا على ورا وانتهينا بالنسبة لعلاوي يا شباب حقتها عدلوا فيها تعديلة بسيطة اول كانت الناس تشوف وهي في الشادوز ده حين ما حد حقدر يشوفها في الشادوز يعني هو المفروض الطبيعي انه ما حد قدر يشوفها واذا هي في الشادوز ولا هو الفوق افور متخبية بعد كده الاي الادم اللي عليه الاي كان اول اذا بيسوي اللي جنبه ما تطلع ده حين عدلوها صار يعني صلحوها صارت تطلع وكانت تطلع كل عشرة ثواني ده حين صارت تطلع كل خمسة اربعة ثلاثة ثوانية على حسب كومال طيب بالنسبة الكندل دي يا شباب سوولوا نرفع للكيو حقته لما الولف موجود فاكرين لما الولف موجود يقدر الكيو حقته ترجع كل ثانيتين ده حين لا خلوها من بداية الجيم كل اربعة ثلاثة ونوص ثلاثة اتنين ونوص اتنين لنهاية الجيم الاساس ويقللوا الحقه في بداية الجيم بعد كده زودوا حقها من تمانية ثوانية ثمانية ونوص وخلو ياخد ام اقل وهو بيمشي فاكرين هو يمشي ياخد حاجة اسمها لما تصير مية شارجة الضربة الجي ترجعوا لهلت خلوها وهو يمشي ياخد شارجز اقل بس في نفس الوقت خلوه هو يسوي بيسيك برضو ياخد شارجز فاكرين يعني بيسولها بيسولها بلانس يصير ما يوصل للين وهو عنده لازم يضرب على اساس يحاول يرجع شارجز في نفس الوقت زودوا له الدامج حق التبليو حقته على المونسترز على اساس يزودوا الكلير حقه بعد كده يا شباب مورد كايزر غيروا حقته على اساس تشتغل على لما ياخد مرة كبير وعنده خمسين في المية هلت اكثر من العايدين بعد كده حقتها بس غيروها حبتين خلوها تشتغل بدل ما هي خلوها واحد فاصلة اتنين ونص واحد وخمسة واحد فاصلة سبعة خمسة على اساس بيقللوا له الدامج حقها بدات الرجيم رينجر يا شباب رينجرز جمب سترايك ناو براكس انرجاية افكس يعني صار لما نينجوز ويضرب ممكن يشغل رساتك شف اول ما كانت تشتغل اه الكيو سووا فيها تصليحة بق الاي غيروها حبتين خلوها تشتغل بالطريقة يقول لك البولة سترايكس فاير تورز دي سبوت برينجر تاركتت كانت اول تسوي تضرب فين ما هو حاطة الموس تاركت ده حين على فين حقه او فين هو متوجه والله اعلم هذا انا ما اعرفها يا شباب بالتفصيل فممكن يبقى ان اشوفها وعيدة شرحة مرة تانية كده سراكة ونرف على على حقتها اه وسو نرف على هذا نرف على حقها لانها وحشة بعد كده طارق اه زودوا حقه وزودوا حقه وخلوا الرينج حق الdeبل يو حقه اقل والليش ليش رينج برضو حق الdeبل يو اقل الي زودوا العرض حقها ولو بس ما اغيروا فيها شيء ضروري كيمو سووا له بف بسيط زودوا اه نقصوا على كيو حقته في الليت جيم. ونقصوا المانا كوست حقته حق الالتي برضو في الليت جيم. اظن يبوه في نهاية الجيم. زاك غيروا حقته زودوا حقته شوية. لما يموت يطلعوا البلوبز الاربع حقه سيرجعوا عليه عشان يتكونوا في تمانية ثواني داح نخلوها تزيد تمانية ثواني بداية الجيم سبعة ثواني ستة ثواني خمسة اربع ثواني في نهاية الجيم. على حسب اللبل. وكده يا شباب خلصنا التعديلات حقت مشكورين ما قصرتو ونشوفكم على خير. السلام عليكم.